تضخ الدولة يومياً كميات كبيرة من الأرز والمكارونة وأطباق البيض في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية يأتي ذلك وسط الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتجديد الرقابة لنجاح موسم الأرز ولزيادة المعروض منه وتوفيره الكميات الكبيرة من الأرز والمكارونة وأطباق البيض تضخ يومياً في أكثر من 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية لتوفير هذه السلع الغذائية الاستراتيجية الهامة داخل المنظومة التموينية والبيع الحر بأسعار مناسبة وبجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين وسط إجراءات اتخذتها الدولة لتجديد الرقابة لنجاح موسم الأرز وزيادة المعروض منه وتوفيره تم ضخ 50 ألف طن بعشرة جنيه ونص خلال شهر تسعة وعشر وجينا في اليوم عشر وعشر تم ضخ 18 ألف وخوسمية طن رز رفيع الحبة وعليل الحبة خمس تلاف وخوسمية رفيع الحبة للشركة المصرية التي قلت الجملة من الصعيد حتى الإسكندرية وإحنا كنا نصيب فيها كشركة يومياً بألفين طن تم ضخهم يومياً باربعتاشر جنيه ونصر الكيلو الوزارة عاماتاً مع الشركة الخبضة كل تفكيرها كله أن هي بتركز على السلع الأساسية سواء كان سكر أو زيت أو رز أو مكرونة حتى كمان بحيث أن هي بتوفر الكميات على مستوى المجمعات كلها وبتعمل مخزون استراتيجي من السلع داية من ثلاثة لست شهور في المخازن وبالتالي الحمد لله الكميات كبيرة والسعر أقل من أسعار السقب كتير إجراءات رقابية وتنفيذية تستهدف التأكد من توافر السلع الأخرى كاللحوم والزيت والسكر وغيرها مع ضخ كميات من السلع التي يقبل على شرائها المواطنين في كل السلاسل التجارية بالمحافظات تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي بالتخفيف عن الأسر ودعمهم بتوافر كل السلع الأساسية بيتحدد من قبل وزارة التموين سعر المنظومة التموينية التي تتصرف للمواطن فالمكارونا 400 جرام متسعرة من قبل وزارة التموين ب5 جنيه وربع للمواطن مفيش مكارونا دلوقتي سعرها 5 جنيه وربع ولا 6 جنيه ولا أكتر من كده كمان فالدولة موفرها لكل المواطنين وبأسعار مناسبة جداً ومتناول وأي مواطن هيروح أي مكان في وزارة التموين هياخد جميع المقرارات التموينية بسعر مناسب جداً كل الأصناف موجودة بكمية كميرية جداً زائد إنه هو مش حكاية سلع أسسية بس زائد إنه إحنا عندنا صرف المقرارات التموينية عندنا أخضار وفاكة عندنا الحم وطازجة عندنا كل الأصناف زائد أسماك زائد كل حاجة إحنا بنطمن المواطن أنت في أي وقت بتخش مجمع استهلاكي بتلاقي حاقتك كلها زي ما أنت عايز ومصر دايماً بخير بوجود المجمعات الاستهلاكية ما شاء الله متوفرة بس يعني إحنا ما ناخدش فوق كمياتنا اللي إحنا محتاجينها يعني بس يعني ما ناخدش ما جيش أخد عشر كراتين بيض أخد خمسين كيلو رز أخد كذا أخد احتياجاتي وكل يوم حلقة اللي أنا عايزه موجود من ناحية الرز أرخص من برة من ناحية السكر أرخص من برة وحاجات كتيرة مجهود كبير تقوم به الدولة لضبط الأسعار وتوافر السلع تزامناً مع استمرار حزمة الدعم الاجتماعي الإضافية والتأكيد على وجود احتياطي استراتيجي لمختلف السلع في رسالة تؤكد أن الأمن الجذائي على رأس أجندة أولويات الدولة محمود جميل التلفزيون المصري